انا حتى تحته هتلاقوا فيه بطاطس حتى تحته قاعدة من البطاطس بطاطس نية متقطعة شرايح دي اليكم ان تتخيلوا طعمها تعالوا نرجع نبص عليها تاني اين الشوك دي هتبقى دايبة طبعا مش هدوق ما تخافوش الكنترول وقالكم انت تتخيلوا طعمها البطاطس اللي تحت هنا دي شايفينها دي دي هتبقى شربة عاملة زي السبونج شربة كل النكهة كده احنا مكون زودنا نشويات مع الوصفة زودنا قيمتها الغذائية والبطاطس مليانة حديد تعالوا ناخد الحشوة حشوتنا قريبة قوي من اليالانجي واخده كده ما بين الشامي والمغربي لانه هنحطكو زبرة والشبك وبقدونس خلونا نجيب البورد ونقدم نحشي البصل مش صخنا قوي يلا بينا نحضر الخلطة خلطته سهلة جدا معتمدة على طماطم تبقى خضرتها قد الرز تقريبا او حتى اكتر من الرز فهو من الحاجات اللي مش دسمة او يوح شوية زيت فعلا حاجة مش دسمة هنحشي محشي البصل بصل فمسلا حطينا كباية كبيرة طماطم متقطعة بصلة كبيرة مفرومة هنحط معاهم خضرة كتير عندي هنا مثلا كباية كزبرة كباية شبط كباية بقدونس كمية الخضرة كبيرة زي اليالانجي اللي هو محشي ورق العنب لبناني اللي عملناه برضو قبل كتا تقدروا تحطوا زيت نباتي وتقدروا تحطوا زيت زتون لو متوفر عندكم زيت الزتون زيت الزتون بقى طعمه احلى وحقلكم على ترك خدنا طعم زيت الزتون لو حابين نزود زيت ممكن نخلط ما بينه ده بيعملوه على فكرة في المحلات لما تشتروا دلوقتي المكدوس تشتروا الحاجات المحفوظة بزيت الزتون ما بقاش زي زمان فيور بيخلطوا الزيت النباتي مع زيت الزتون بياخدوا طعم زيت الزتون مش بقول انه ده صح بس ده عشان ما يغلاش سعر المنتج قوي قوي بيخلطوا الاثنين على بعض وانتوا بالبيت ممكن تلعبوا لترك دي هنحط بغارتنا ملح نزبط الملح كويس عشان حلاوة البصل لازم نعادل حلاوة البصل عندنا فلفل اسود هين الفلفل وحنحط سنة قرفة بسيطة جدا فلفل اسود اين القرفة اه سنة بصو بظهر المعلقة كده بتفرق في الطعم جدا وبتليق قوي مع البصل وحنحط سنة شطة وده يرجع لكم لو بتحبوا المحشي مش اطشق بس مع الحلاوة بتطلع حلوة قوي بصوح حط سنة برضو فيش كنترول أعزبه برمضان كلنا متعزبين برمضان بس ماتستهم بقولي لأ وحنحط شوية بوهر مشكل إذن بوهر مشكل قرفة ملح فلفل اسود وسنة شطة البوهر مشكل أكتر شوية من الشطة والقرفة دلوقتي حالا هنحط رز بصو شايفين الخضرة وصدها مثلا كباية ونص لكبايتين رز بكتير هاخد جلافز بحب أدعك الخلطة بإيدي وأهم حاجة في الخلطة دي لسه ما حطتهاش أهم حاجة ولي بتديها لون بتديها مزازة قلنا حلاوة ملوحة أضفناها توازن الطبق والحلاوة موجودة بكترة لأن البصل بالذات بالفرن بيظهر السكر بالكرمالة لازم نضيف مزازة الأصل نضيف دبس الرمان طب بغياب دبس الرمان يا شاف نحط إيه لو أنا دلوقتي عندي شوية بصل وعندي الخضرة دي حالا عايزة أقوم أعملها ما لا تخلو البيوت في مصر من العسل الأسود العسل الأسود بيديني قوام دبس الرمان صح هتناخد طبق ووريكم مش بقول أنه طعمه بالضبط حيطلع زيه بس هيلعب نفس الدور الأسدية الحمودة مع الحلاوة فهنحط عسل أسود ونحط عليه إما لمون إما خل كمية حلوة لأنه المزازة بالدبس الرمان واضحة مع الحلاوة نخلط العسل الأسود مع اللمون أخلطه كويس وبقى عندنا شبيه دبس الرمان في الطعم أو يحل محله في الوصفات بشكل كبير هحط الخليط ده هنا أنا اللي محضره هنا بدبس الرمان بس فعلا مزودة عليه شوية عسل أسود بحب حلاوة المحشي ده بحب مستو إنه يكون طعمه مسكر بحب أدعك بإيدي كده الخلطة كويس أتأكد إنه حطينا الرز تشمع كويس شايفين نسبة الخضرة لنسبة الرز الرز مش كتير الخضرة كتير طيب ثم تستخطرات الناسعوم لتواتي